موسيقى موسيقى السلام عليكم معكم سيد من قناة اديع واستمتع نهاردة بنتكلم عن مجموعة من التركات البسيطة اللي في الويندوز اللي هي المفهول انها سهلة وكل الناس عارفها بس فيه ناس بتقع فيها يعني هنا مسلا انا عندي ديسك توب فاضي خالص مفهوش ولا ايكون طيب هل هو فعلا كده لا انا عندي الديسك توب مليان جدا بالايكونات ولكني خفيها طيب ازاي بتخفيها بتخش على وحاجة اسمها شو ديسك توب بتدوس عليها خلاص او ظهر الزحمة عندي عندي مجموعة كبيرة جدا من الايكونات طبعا الموضوع ده لزيز لو انت عايز تسجل مسلا الديسك توب بدون الزحمة اللي عليه والايكونات او لو الايكونات اختفت منك مرة واحدة تعرف ازاي ترجحها ده كان اول تركة هنعرفها النهاردة برضو من الحاجات البسيطة لازم نعرفها نخش على تمام هنلاقي نهوت ازاي اغير الخلفية بتاع الجهاز طيب الناس كلها بتفكر في الخلفية طبعا انت ممكن تشيل الخلفية اصلا وتحط بس لون واحد بس ازاي بتخش على وتختار هنا هو تشيلتلك الخلفية خالص وبتحط لون واحد بس اي لون يعجبك ده كان في تقدر بقى تحدد اللون اللي انت عايز وتعمل حتى كلا لو انت عايز ادي نهوت تقدر كمان تحدد الالوان بتاع المينيو الالوان بتاع كل المينيو اللي تظهر عندك وهنا كمان السيمز السيمز ايه هو اللي هو بيغير لك كل حاجة مرة واحدة سيم متكامل باك جراوند مع المينيو مع كل مع التاسكبار كل الالوان بتتغير مرة واحدة في السيم اهو تقدر تختار السيم اللي الالوانه بتعجبك وتدوس عليه اوكي بتخش بعد كده ادي اللوك سكرين ايه هي اللوك سكرين اللوك سكرين ده لما يكون عندك باسورد مسلا قبل ما تكتب باسورد بيظهر لك شاشة الاغلاق اللي هي دي برضو تقدر تحدد الصورة اللي تظهر لك في شاشة الاغلاق وتقدر حتى تختار اي صورة موجودة عندك على الجهاز بعد كده الفونت سنعود تتعرف على كل الخطوط اللي موجودة عندك في الويندوز والمسجلة عندك وتقدر تتحكم في حجم الفونت ولو انت عندك فونت خارجي تقدر كمان تنزله هنا هو بجرد ان انت بتسحبه وتحطه في القيمة هنا بيتسجل من ضمن الفونت اللي تقدر تستخدمها في الويندوز القيمة اللي بعدها قيمة ستارت هي اللي هي قيمة اللي لما تدوس على علامة الويندوز في الكيبورد هنا هو بتقدر تحدد مجموعة حاجات اولها اللي هو اللي هو حجم المينيو اللي بتظهر عندك لما بتدوس تحت بيظهر لك ان هو بتظهر لك عريضة شوية تمام هنا هو نفس الكلام لو انت هنا تقدر تخفي الابس هاي اللي البرامج يعني وتقدر تظهرها زي ما ظهرتها بتقفلها او تفتحها تمام هنا نفس الشيء بتشوف البرامج عايزها كبيرة او قلعيلة عايز البرامج اللي عندك تمام ده برضو كلها مجموعة من الخيارات المتعلقة بالستارت ماني طب التاسكبار اللي هو اللي تحت البار العريض اللي تحت نقدر نتعرف عليه هنا هو معمول اللوك اللوك معمول له اوف يعني تقدر تتحكم في عرض التاسكبار تسحابه الفوق اهو او تنزله لتحت ليه لان اللوك مفتوح اوف لو دست على اللوك وعملته اون ما تقدرش تسحب اللوك برورة تقدر تغير حجمه دي كان من النقاط اللي برضو جميلة اللي في ناس في ساعات بتحتاجها طيب عندك فيه الاوتوماتيك هايد انه هو يختفي اوتوماتيك يعني لو انت محتاجه يظهر مش محتاجه بيختفي اهو احنا اول ما دوسنا عليه الاوتوماتيك اختفى اوتوماتيك لما بتنزل تحت بالماوس بيظهر من جديد اهو تقدر تخليها اوتوماتيك او معادي. طيب هنا هو تل سمول سمول ايكنز في التاسけ بار اهو صغرناها خالص او عايزين الايكنز تبقى كبيرة. تمام? هنا هو نفس الكلام تقدر تة تقفل هنا هو تبتز هر الحاجة محتوىها بغير ما تتكي عليها بقرد مطقف عليها يظهر لك محتوى. هنا بتعملها اوف مطقف عليه بس مش هيظهر لك المحتوى بتاحها. ده كان مجموعة من الخيارات البسيطة والسهلة. تمام? ممكن تتعرف تحت كده على بقية الخيارات بتاعة بتاعك ازاي تتحكم في الاشكال. ارجو ان تكون استفادتم بالمعلمات البسيطة بتاع فيديو النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة